معضلة الوجود الأمريكي في العراق تعود إلى الواجهة مع الرسائل المزدوجة بين السودان وواشنطن والتي تتعلق بهذا الوجود وطبيعته في ظل المأزق الذي تعيشه حكومة الإطار التنسيقي وانقسامها ما بين المشروع الإيراني ممثلا بالميليشيات وما بين واشنطن وتحالفها الدولي الحاضر بقوة على أرض العراق تقرير أعده المجلس الأطلسي للدراسات في واشنطن تناول الرسائل التي وصفها بالمزدوجة والتي بعثتها حكومة السوداني ما بين الدعوة لإخراج القوات الأمريكية وبين إجراء حوار للإبقاء على الشراكة وجاء في التقرير تأكيد المسؤولين الأمريكيين أن وجود قواتهم في العراق هو بدعوة من الحكومة في بغداد مشيرا إلى أن حق الدفاع عن النفس الذي يتحدث عنه البنتاغون وشرعنته الاتفاقية التي أشرف على تمريرها نور المالكي تسبب بأزمة خلال الأسابيع الماضية لكن ورغم ذلك فإن السوداني بعث برسالة تهديئة إلى واشنطن من خلال تصريحاته لوكالة رويتارز حيث أكد رغبة حكومته باستمرارية الشراكة مع الولايات المتحدة والدول التحالف الأخرى لا يوجد لدينا أي تحفظ أو أي تردد في إبرام اتفاقات أمنية ثنائية للتعاون الأمني لمواجهة الإرهاب بشكل عام لتحسين التدريب والتطوير القابليات هذا أمر متفق عليه القوم في السر ليس القوم في العلني هذا ما تؤكده المعلومات التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو الأمريكية والتي تتحدث عن رفض حكومة السوداني مغادرة القوات الأمريكية على عكس موقفها المعلن على لسان السوداني الذي يحاول أمساك العصى من الوسط في عراق أصبح برميل بارود وفق تعبير صحيفة ذهيل الأمريكية التي تقول إن الأوضاع في العراق باتت على مستويات غير مسبوقة من الخطر وساحة لحرب بالوكالة على المصالح والنفوذ في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران